هلو وغلاء اليوم جبنا لكم خمس اكسسوارات ما كنتوا تعرفونها موجودة على البلاي ستيشن والاكسسوارات هذه تتنوع من رسمية الى طرف ثالث وقبل ما نبدأ لا تنسون اتزروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس معاكم في هذه الشيحة والحين خلونا نبدأ اول اكسسوار معنا هو الفيديو سي دي ادابتر ايام البلاي سيشن الاول كانت الالعاب تصدر على اقراص سي دي ما تتعدى حجمها سبعمائة وخمسين ميجا بايت لكن الاقراص كانت ممغنطة ومشفرة بحيث مستحيل كان احد يقدر ينسخ الالعاب ووقتها لان عادة في الاقراص تكون المعلومات مخزنة على حلقات في القرص نفسه لكن العاب بلاي سيشن ون الاصلية كانت المعلومات تخزن على حلقات متموجة في القرص نفسه وهذا الشي خلام المستحيل نسخ الالعاب مباشرة وعشان كذا المقرصنين لجأوا الى تهكير العدسة نفسها بحيث يصيرنا يهيئ لها ان اي قرص ينحط في الجهاز يكون عليه تموجات وهذا ايضا لا علاقة بموضوع قفل المنطقة اللي هو الريجين لك بحيث العاب منطقة امريكا ما تشتغل على اجهزة بريطانيا وطبعا وضعوا شريحة داخل الجهاز عشان تتعدى هذا الموضوع وفي شركة طرف ثالث صنعت اكسسوار اسمه فيديو سيدي ادابتر فكرته انه عبارة عن قطعة تركبها وراء جهاز بلاي ستيشن وتشغل اقراس الافلام الفيديو سيدي وايضا كفيها ميزة اضافية انها تمكنك انك تصفح ملفات اي لعبة كانت وتشغل المقاطع السينمائية اللي فيها واكبر مثال انه في نسخة للعبة تايجر وودز القولف احد المطورين فيها وضع حلقة كاملة لمسلسل ساوث بارك والطريقة الواحدة انك تشوفها هي باستخدام قطعة الفيديو سيدي لعرضها ثاني اكسسوار معناه هو البوكت ستيشن اجزة المحمول في التسعينات كانت من اشتر الالعاب بصدور جهاز الجيم بوي وطبعا هذا فتح مجال كبير جدا في باقي اجزة المحمول القادمة والسبب ان الناس تفضلنا تلعب العاب في اي مكان تبيه وفي اي وقت وطبعا بعد صدور جهاز بلاي ستيشن الاول نجح نجاح كبير جدا مع انه كان جهاز منزلي وعشان كذا سوني قررت انها تجرب المياه واصدرت اول جهاز محمول لها وهو اللي هيئ الامر لجهاز البي اس بي وكان اسم الجهاز بوكت ستيشن فكرتها كانت مميزة جدا بحيث كان عبارة عن بطاقة ذاكرة وجهاز العاب محمول في نفس الوقت لكن ما في اشرطة له ولا ديسكات له ولكن لا العاب خاصة فيه الطريقة الوحيدة هو انك تحمل العاب من استخدام اللعبة نفسها بالبلي ستيشن المنزلي طبعا ما راي حمل لك اللعبة كاملة وانما بيحملك جزء صغير من اللعبة مصغرة مثال في لعبة سريت فايتر ألفا ثري كانت تستخدم البوكت ستيشن لتحميل شخصيتك من اللعبة وبعدها تلعب العاب مصغرة في جهاز البوكت ستيشن وترفع من مستوى لاعبك وبعدها ترجع تحطه في بلاي ستيشن وان ويرسير لاعبك موجود في البلاي ستيشن وان وهو مستوى ارتفاع فيها طبعا في العاب ثانية كانت تدعم البوكت ستيشن وما كانت جميحة وفي النهاية انتهى تدعم الجهاز أما الاكسسوار الثالث معنا هو ماوس البلاي ستيشن أو الفأرة في الثمانينات والتسعينات كانت في العاب المغامرات والاستكشاف عبارة عن العاب point and click أو أشر وأنقر وتعني أنك تستخدم الماوس أو الفأرة للتأشير على مكان ما على الشاشة وتنقر فيها عشان شخصيتك يمشي فيها أو أن يسوي حاجة في الشاشة طبعا أشهر ألعابها هي سسلة monkey island وجهاز البلاي ستيشن الأول كان أول ألعابة للpoint click موجودة هي disk word واللي صدرت في فترة اطلاق الجهاز وكانت اللعب فقط في تحريك المؤشر على الشاشة باستخدام يد التحكم أو الماوس أو الفأرة اللي تشتريه الواحدة طبعا أنا شخصيا كنت عاشق لألعاب هذه ولازلت واشتريت وقتها الفأرة وكانت مريحة جدا خصوصا في ألعاب كثيرة صدرت تدعمها مثل سلسلة broken sword وأيضا في ألعاب ثانية ما كانت ألعاب مغامرات إنما ألعاب strategy مثل سلسلة ألعاب command and conquer كانت تدعمها أيضا أما الأكسسوار الرابع معنا هو البلاي ستيشن أنالوج جويستيك بداية صدور البلاي ستيشن كانت اليد التي جمعها عادية جدا وفيها الديباد للتحكم بالشخصية في اللعبة فوقتها ما كانت مهيئة لألعاب الثلاثية الأبعاد بحيث تحرك الشخصية وتحرك الكاميرا في نفس الوقت وطبعا كان في تنوع كبير في ألعابها مثل ألعاب الطيارات الحربية وألعاب السيارات القتالية ويدا التحكم العادية ما كانت تفي في الغرض ولا تعطي تجربة الكاميرا في اللعبة وعشان كذا ابتكرت سوني أول أكسسوار تحكم يكون ثنائي بعصى التحكم واسمه بلاي ستيشن أنالوج جويستيك كان عبارة عن قطعة بلاستيكية كبيرة فيها الزر بلاي ستيشن كلها وعلى اليمين والإيسار في عصيان تحكم أشبه باللي يستخدمونه في الطائرات وعشان كذا الناس أطلقوا عليه اسم ثاني باسم سوني فلايت ستيك أهم ميزة فيه أنه كان يستخدم ثمان اتجاهات في التحكم لكل عصى وموك الألعاب كانت تدعمه بعضها فقط منها سترة Ace Combat وألعاب قتال السيارات مثل Vigilant 8 وهذا الأكسسوار مهل الطريق إلى يد بلاي ستيشن المشهورة بالدول شاك كونتولر وآخر أكسسوار معنا هو سوني بلاي ستيشن 1 LCD سكرين جهاز بلاي ستيشن المنزلي كان يعتبر أكثر جهاز ألعاب ناجح في وقتها والسبب يعود إلى التنوع الضخم في مكتبة الألعاب الخاصة فيه لكن المشكلة أن الجهاز كان حجمه كبير نوعا ما وعشان كذا سوني أصدرت نسخة محسنة ومصغرة له باسم PS1 والجدير بالذكر أن تصميم الجهاز PS1 وتصميم الأكسسوارات Pocket Station اللي تكلمنا عنه كانوا مشابهين لبعض لأنهم صدروا في نفس الفترة وتم تسويقهم مع بعض ومع أن الجهاز حجمه صغير إلا أنه يعتبر جهاز ألعاب منزلي لأنه ما فيه شاشة مدمجة فيه وعشان كذا سوني أطلقت مع الجهاز طرفية مستقلة تشتريها لوحدها عبارة عن شاشة حجمه 5 إنش وتتركب على جهاز PS1 الصغير وتحول إلى جهاز محمول طبعا بيظل يحتاج كهرب لكن على الأقل ما يحتاج تلفزيون مستقل وكان أيضا يدعم الصوت لأنه فيه سماعات مدمجة هذه كانت الخمس إكسسوارات اللي ما تعرفونها أو يمكن تعرفونها أعطونا رأيكم فيها وإذا حابين أسألكم نفس الشيء لأجزة ثانية اكتبوا تحت في التعليقات كان معكم فعد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة